الإقامة الجامعية للبنات بالبوليدة شجارا عنيفا بين جزائريات وإفريقيات سببه للأسف سروال شجار تعقد واستعملت فيه الأسلحة البيضاء من طرف الثارق لتكون ضحيته طالبتين جزائريتين هاجرزليلف والتفاصيل في الإقامة الجامعية للبنات رقم 7 بالصمع في ولاية البوليدة تقيم كل من الطالبة حبيبة وصار رفق طالبات إفريقيات أين جرت حادثة جديدة قديمة في رواق الإدارة مزنبيقية تتهم جزائرية بسرقة سروالها لتتطور المناوشات الكلامية لاستعمال الزجاج وينتهي بطالبتين في المستشفى وشو اللي يقولوا لي؟ قولي على روحك باللي سرقتي سرقتي حويجك قولي باللي سرقتي حويجك باشني فيتي ولي بخو بلام باسكو علاش هم ذوي الحقوق هجموا كامل وتعدوا علي جاءوا ضربوني وعروني قطعوا لي حويجي قضية حركت مدير الخدمات الجامعية التنظيم الطلابي ورئاسة الجامعة وتدخل غرفة مركز الدارك الوطني فالأيام القديمة كفيلة بأن تفصل في الموضوع خاصة وأن الحرم مزود بكاميرات مراقبة تحقيقات الأمنية رئيس سرية وحنا في انتظار ما تسفر عنه النتائج قمنا كذلك بتحقيقات إدارية بالتنسيق مع السيدة إسل الجامعة وفي انتظار ما تتوصل إليه التحقيقات حنا قمنا بإحترام حقيقات إدارية على مستوى الإقامة على مستوى مدير الخدمات على مستوى مدير العامة وبالتنسيق مع السيدة الجامعة مشادات كلامية بين جزائرية ومزنبقية تطورت وأدخلت الجزائرية وزاملتها المستشفى ليسجل لهم عجزا تجاوز العشرة أيام